لن ندخل أبدا في نقاش بناء على أنهم موافقين شفويا لم يعد الكلام مجديا بعد الآن والالتزام يعني وجود إثبات خطي أولا من قبل مليشي الحثي والمخلوع وميداني كخطوة أهم على الأرض ما قاله رئيس الوفد الحكومي لمشاورات الكويت عبد الملك المخلافي في مؤتمر صحفي عقده لتوضيح أسباب تعليق الوفد الحكومي لمشاورات ليس غريبا ولا جديدا أيضا فعلى الأرض كما في مشاورات الكويت لم تلتزم المليشيا بأي اتفاق والخروقات للهدنة المتفق عليها ما تزال مستمرة لا نقاش في موضوع الشرعي لا من قريب ولا من بعيد النقاش يمكن أن يكون في أي شيء ضمن مساعي الاتفاق في المشاورات الجارية حاليا عبر الالتزام بمرجعيات ووثائق الحوار التي تستند للقرارات الأممية أولا وأخيرا هذا ما يوضحه ويشدد عليه الطرف الحكومي في رسائل واضحة هذه المرة للمجتمع الدولي ثانيا وميليشيا الحثي والمخلوع أولا تحاول الحكومة عبر وفدها التفاوضي الدفع بعجلة المفاوضات وإخراج موقف الميليشيا المعرق للمفاوضات للعلن حتى يمكن تجاوز ضبابية المواقف المختلفة في المفاوضات وتوجيه رسائل تقول إن الطرف الحكومي ليس هو الطرف القصير الذي يمكن لجميع الأطراف الضغط عليه دونا عن الميليشيا عقب إعلان الطرف الحكومي تعليق مشاركته في المشاورات قام سفراء الدول الخمس في مجلس الأمن بمحاولة إعادته لطاولة المفاوضات وأجرى وكيل وزارة الخارجية الأمريكية توماس شانون اتصالا بالرئيس هادي أكد خلاله على دعم موقف الحكومة المطالبة بالالتزام بالمرجعيات التي بنيت على أساسها مشاورات القويت الكثير من المؤشرات تلوح في الأفق في مجملها تقول إن الفشل سيكون حتميا بسبب تعنت الميليشيا وعدم قدرة المبعوث الأممي ورعاة التسوية على إحداث أي اختراق في جدار التصلب والجمود الذي يغلف مسار المشاورات يكاد ينقض شهر كامل عن المشاورات التي ما تزال عالقة في الصفحة الأولى ولم تنتقل بعد إلى صلب المشاورات يمر الوقت بلا قيمة حول طاولة المفاوضات بينما يتحول لعذابات يومية في حياة المواطنين الذي نبات اليوم فريسة سهلة للانهيار الاقتصادي وتبعاته التي يبدو أنها لن تترك لهم أي متنفس للعيش الكريم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة